بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر الثالث في section number two بعنوان equilibrium of rigid bodies في جزئها الحادي عشر إن شاء الله بنشوف مع بعض الآن reactions at sea ports and connection for two dimensional structures طبعاً هنا أنواع الsee ports هو اللي يحدد عدد ردات الفعل بالنسبة لأي دعامات فهنا مثلاً فيه type بيسمى roller وزي ما تشوف هنا مسموح لها بالحركة في هذا الاتجاه ولكن ما في حركة في الاتجاه العمودي فبتكون دايماً ردة الفعل بالنسبة للحالة الأولى هو في هذا الاتجاه يعني الاتجاه لما فيه شي حركة بتكون فيه ردات فعل نفس الشي بالنسبة للروكر لو نظرنا هنا إلى مثال من الواقع بالنسبة للروكر هو هذا الجزء من الـ structure وبالنسبة للرولر بنظهجها هنا مثلاً فيه علاقة ما بين الكاميرا وباقي أعضاء البريج الكالم مثلاً زي هنا أو هنا أيضاً هذا هو البريج وهذا هي الأعميدة بتاع البريج فالعلاقة بينهم بتكون عبر سيبورت كولد رولر طبعاً هذا الفكرة كانت في أنه تسمح لها بالحركة في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه حركة طفيفة عشان تعالج بها مسألة الحرارة المرتفعة اللي بتأدي إلى تمطط أجزاء من الـ structure أو تمددها أو أيضاً قد تجد نوع آخر بالـ frictionless surface وهنا طبعاً مسموح لها بالحركة في هذا الاتجاه لكن بالنسبة للحركة في هذا الاتجاه ممنوعة فبتأدي إلى ردة فعل عمودية طبعاً هنا رح تكون كل ردات الفعل عمودية الاتجاهات بتكون فيها حركة ما تكونش فيها عموماً ردة فعل زي ما أشعرنا نمر الآن لو عندي مثلاً هنا حبل short cable أو short link رح تكون فيه دايماً قوة محورية بالنسبة للحبل بنسميها الشد T سواء كان هنا أو هنا بتكون دايماً فيه اتجاه الـ link أو short cable أو cable بصفة عام الـ color on frictionless rods وهذه مثلاً رح تكون متسببة في ردة فعل في هذا الاتجاه ولكن مسموح لها بالحركة في هذا الاتجاه فهنا في هذا الاتجاه ما فيش ردة فعل بس في الاتجاه الممنوع في الحركة بتتكون فيه ردة فعل نفس الشي بالنسبة للـ pin in slot يعني هي مسموح لها بالحركة في هذا الاتجاه وغير مسموح لها بالحركة في هذا الاتجاه بتأيلي بتكون في الاتجاه هذا بتكون في ردة فعل عموماً ردة الفعل رح تكون عمودية على خط الحركة نبقح engines learning 90 درجة زي ما نشوفه هنا وReactions equivalent to a force with known line of action بتكون عموماً في الحالات هذه زي ما أشرنا بنمر الآن إلى نوع آخر من السيبورتس وهو البن أو الهنش وهنا زي ما تشوفوا غير مسموح له بالحركة العمودين والأفقين فبتتكون فيه ردة فعل في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه زي ما نشوفوا هنا مجموحهم مع بعض بيؤدي إلى ردة فعل مائلة بزاوية ألفا زي ما نشوفوا هنا ويصير نفس الشي لو أنا عندي rath surface في rath surface يعني surface خشنة رح تمنع الحركة في هذا الاتجاه وبالتالي تكون عندي هنا ردة فعل أفقية وعمودية وبالتالي تسمح لها هنا بالدوران هنا مسموح لها بالدوران هنا أيضا مسموح لها بالدوران لكن الحركة بالنسبة للسيبورت غير مسموحة سواء كان في rath surface هنا وإلا في الكيس of pin or hinged support كمثال حي بالنسبة للpin support بنشوف زي ما تشوفوا هنا ممنوع الحركة في هذا الاتجاه ففي ردة فعل هنا وردة فعل هنا لكن مسموح لها بالدوران حول هذه النقطة فبالتالي المومنت هنا عموما بيساوي سفر وردات الفعل بتكون أشياء مجهولة بنبحث عليها المرة الآن إلى نوع آخر بيسمى الفيكست سيبورت بالنسبة للفيكست سيبورت هذا مثال حي عليه بتشوف هنا مثبت من أربع أجزاء على الأقل بأربع مسامير فبالتالي رح تكون عندي هنا يعني ممنوع عليه الحركة لا في هذا الاتجاه ولا في هذا الاتجاه وأيضا كمان ممنوع عليه الدوران فبتختلف على الهنجد في حكاية الدوران هنا المومنت different from zero وهنا المومنت بيساوي سفر فطبعا هنا لو تكلمت على ثنائي الأبعاد على الأقل بتكون في مصمار من هنا ومصمار من هنا بالنسبة للبليت عشان تقدر تثبت الكلوم مثلا عمود هذا في السيبورت طبعا صورة هذه هي ثلاثية الأبعاد لكن أنا بتهمني مثلا في اتجاه واحد على الأقل فهي فيكست طبعا لو فيكست هنا هنا الـ two reactions هذا موجودين وبيضافلهم المومنت زي ما أشارتي هنا هنا المومنت سفر وهنا المومنت different from zero